هو الواحد الحقيقة كل ما بيشوف المشاهد اللي موجودة على الأراضي الفلسطينية عارف ان هو بيسهم لكن انت بتصرح في أرض اللا عودة يعني أو في مرحلة اللا عودة هو معقول معقول في عقل أو ضمير أو زي ما بقول دايما نفس بشرية سوية مش لازم تبقى صالحة نورانية تستوعب اللي بيجرى ده وتستوعب مشاهدته والسكوت عليه انت متصور انه ده شعب تحديدا قطاع غزة يعني نتكلم على سكان قطاع غزة قيد الاحتجاز بقالهم 16 سنة يعني الصهينة واخدينهم رهاين 16 سنة مش بس أكبر سجن مفتوح لا المسألة أبعد من كده يا أخي ده حتى السجون لها قوانين لها لوائح لها أعراف فتصور انه سجن بلا قانون بلا أعراف بلا لوائح السجان يدخل يدور الضرب يعزب يقتل يجوع يعمل اللي هو عايزه وما فيش حد بيقوله انت بتعمل ايه ولا تلت التلاتة كم ولا حد يقدر يقوله بخ ولا بيم دي علاقة اسرائيل بالقطاع خلال 16 سنة طيب يزيد من الطين بلا مما لا شك فيه هو الاعتداءات المستمرة على القطاع وفي آخرها هذا الاعتداء الوحشي وارتكاب كل هذه المذابح يا أخي الله العظيم لسه حتى كنت بتكلم مع الزميل والصديق العزيز جدا 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 نبيل الشباشي زمان وقت استشهاد محمد الدرة رحمة الله عليه فأصبح فيه عندنا صورة أيقونية كده هي ايه وده ممكن حتى كان اقتراح بيفكر فيه معايا نبيل بصوت عالي يعني هو صاحب الفكرة انه الصورة الايقونية بتاعة والد الدرة وهو يحتضن ابنه في محاولة لحمايته الصورة الشعيرة سند على جدار البيت واخد ابنه في حضنه بيحاول يحميه الصورة دي لفة العالم احنا ويمكن الكلام هنا لنبيل احنا محتاجين صورة زي دي فحتى قلت له طيب في الصورة بتاعة الام التي تحتضن رضيعها مكفنا ام تحتضن رضيعها في كفنه وطبعا هذا الرضيع يعني كان غارقا في دماؤه بسبب وحشية هذا الاحتلال اللي بيقتل الرضع على مرأة ومسمع من العالم عادي والعالم يقوله ولك حق الدفاع الشرع عن النفس فنقولهم طب هدنة انسانية طيب لهم حق الدفاع الشرع عن النفس طب التقاط الانفاس يا جبا لهم حق طب انت عمرك شفت حاجة اسمها احتلال له حق الدفاع الشرع عن نفس يعني حتى في تعريفات القانون الدولي ده مش موجود الصورة دي لازم تلف العالم الست اللي بتحتضن هذا الرضيع لدرجة انه من كتر ما هي بتحضنه اصبحت دماؤه الطاهرة بتيجي على هدومها وهي حضنها ترجمة نانسي قنقر